كينج لير اكت تو الفصل الثاني سين وان المشهد الاول وقفنا في نهاية الفصل الاول ان الملك لير مش مطرود من عند بنته الكبيرة جونوريل وكان عنده امل انه هو هيروح على القصر بتاع بنته رقم اثنين ريجان وانها هي هتستقبله استقبال افضل وهتعمله معاملة كويسة فهو شايف انها هتكون البنت الحنونة عليه الكلمات اللي هتقابلنا في الفصل ده هنقابل كلمة زي كاسل اللي هو القلعة او القصر الكبير اللي عايش في حد من الامراء جارد اللي هو حارس فولو يدبع بريتند يتظاهر بلد طبعا الدماء انهرت يارس بورتس اللي هي المواني ريورد مكافأة بروفت ارباح او فوايد برسويد اللي هو يقنع والنون منها برسويجان اقناع بجر شحات فيسفل يعني مخلص ونايت يعني فارس ديسبليف يعني عدم الايمان او التصديق يعني حد مش مصدق حاجة استابندباك طعنة في الخلف تشينج هز مايند يغير رأيه طلط اجينست يدبر مكيدا او مؤامرة ضد رانوي اللي هو يهرب جيت هير يأتي هنا كول او تينادي از ان افايت يعني في حالة تشاجر او عراق اندستاكس ده اسم آلة تعذيب بيتحط الشخص فيها وبيتعلق من رجليه بالنسبة للاحداث بتاعت المشهد الاول من الفصل التاني هتحصل اند كاسل اوف ديوك اوف جولوسيستر في بيت جولوسيستر اللي هو احد الامراء اللي هو عنده ولدين وعنده الابن الصغير فهمه ان اخوك كبير بعت له جواب عشان عاوزين يقتلوا باباهم جولوسيستر عشان يورسوه بسرعة ادمند اللي هو الولد الشرير اللي هو صاحب معامرة الجواب دخل ويكلم نفسه فبيقول انا سمعت ان امير كورنوول اللي هو زوج البنت رقم اثنين جاي الليلة هنا ده امر كويس ده هيساعدني كتير في الخطة بتاعتي بابا عنده بالفعل حارس عشان يقدر يقبض على اخويا في حاجة لازم اعملها في الاول هيرز ادجر اهو ادجر ادجر ده اللي هو الاخ الكويس اللي ما يعرفش اي حاجة خالص عن المكيدة او المؤامرة اللي اخوه بيدبرها وجاي زي ما اتفق مع اخوه انه هو عاوز يتكلم معاه فجاي يشوف اخوه عاوز ايه الولد الشرير ادمند او لما شاف اخوه ادجر بيقول له براذر اخي can we talk ممكن نتكلم سوا our father is coming here soon ابي جاي هنا دلوقتي بسرعة so you must go انت لازم تمشي بسرعة he knows you are hiding here هو عارف ان انت مستخبي هنا but first we must pretend to fight في البداية لازم ان احنا نتظاهر اننا بنا تشاجر يعني بنتخانق pick up your sword يلا امسك السيف بتاعك quickly بسرعة before our father gets here قبل ما ابي يجي هنا now run from here brother يلا بعد كده اجري يا اخي calls out help me يعني ادمند تظاهر انه هو بيطلب المساعدة ان في حد بيهجمه وهو بيطلب المساعدة to his brother again goodbye ادجر طبعا ادجر مش فاهم اي حاجة من اللي بيحصل فهو اجزتس خرج وخلاص اه ادمند بعد كده اه توهم سلف بيكلم نفسه بصوت واتي فبيقول if there is some blood on me لو كان جسمي عليه بعض الدماء people will think i have been in a fight الناس هتصدق ان انا كنت في معركة he cuts his arm وراح معور دراعه عشان ينزل دم father father stop him stop him help طبعا هو كان مسلة بابا ان بابا يستخبى فبيقول له الحقني يا ابي تعال اوقفه يعني على اساس ان اخوه هو اللي عواره التعويرة دي فبيقول له انقذني منه اه ويساعدني جلو سستر اللي هو الاب enters with servants دخل مع مجموعة من الخدمين ادمند اللي هو الابن الشرير بيقول له look at my arm بص كده على دراعي father i am injured انا تصبت جلو سستر اللي هو الاب بيقول له what happened ماذا حدث where is edgar وادجار راح فان ادمند بيقول له here i am that way جري من هذا الطريق when i refused his plan لما انا رفضت الخطة بتاعته جلو سستر اللي هو الاب بيقول له you there follow him بيقول لحد من الخدمين follow him اتبعو يعني اللي هما يجروا ورا ابنه ادجار اللي هو المفروض انه هو طيب بس كده جلو سستر حس ان ده دليل كافي ان ابنه كده بقى همودان وهو بيهاجم اخوه وهو شاف له جواب قبل كده ان هو عاوز يقتل الاب فيبقى كده هيتلب ان هما يجيبوا الولد some servants exit بعد الخدمين خرجوا عشان يجروا وراه what plan edmund تقصد ايه edmund بالخطة edmund بيقول his plan الخطة بتاعته is to kill you ان هو عاوز يقتلك father يا ابي i told him that i loved you انا رديت عليه وقلت له انا بحبك finally when he understood that i didn't want to help him لما فهم ان انا مش عايز اسعده with his terrible plan في هذه الخطة البشعة he cut my arm هو قصبني في ذراعي with his sword بالسيف بتاعه then he saw that i was ready to fight him ولما شاف ان انا بستعد ان انا كمان ابرزه بالسيف he quickly run away راح هرب بسرعة run away اللي هو هرب جلو سستر الاب بيقول هو الناترانة way far هو ملحقش يهرب يروح بعيد if he stays in this country لو هو في دلقاعد في هذه البلد we will soon find him هنلاقيه بسهولة then we will arrest him وهنقبض عليه the joke of cornwall is coming here tonight اللي هو امير كورنوول جاي هنا الليلة i will tell him that there is a reward for any man who finds ادجار وهقول له ان في مكافأة لاي راجل يقبض على ادجار اللي هو الابن الاكبر اللي هو المظلوم and anyone who hides him will be arrested too واي حد هنكتشف انه هو مخبي هيتقبض عليه هو كمان ادمند قال له father يا ابي i tried to persuade ادجار انا حاولت ان انا اقنع ادجار to stop his plan انه يتوقف عن الخطة بتاعته but he wanted to continue with it ولكن هو عاوز يكمل في الخطة دي i told him that i would tell you all about it فانا قلت له ان انا هحكي لك كل حاجة عن الخطة do you think anyone will believe you فهو ادجار بيقول يعني هو ادمند بيقول ان ادجار قال له هل تعتقد ان فيه اي حد هيصدقك no i'll say that it was all your idea انا هقول ان دي افكارك انت they know that you will profit most if father dies الناس كلها عارفة ان انت اللي هتستفيد اكتر لو باباك مات not me مش انا جلو سستر اللي هو الاب قال this is terrible ده امر بشع it's a step in the back دي بمثابة تقطعنا في الظهر i'll stop people from leaving in England's port انا هوقف الناس من ان هم يغدروا المواني بتاعة انجلترا يعني محدش هيعرف يسافر بسفينة ادجار won't leave the country عشان ندمن ان ادجار مش هيترك البلاد thank you my loving son ادموند شكرا يا ابني الحبيب ادموند طبعا هنا دي ايرني مفارقة ان الاب بيشكر ابنه الشرير ولانه فاهم انه هو كده بيخاف على مصلحته وعاوز المصلحة وهو في الحقيقة ده الولد الشرير اللي بيدبر مكائد now i'll do everything to help you الان انا هعمل كل شيء عشان اسعدك يول inherit all my land انت انت اللي هتورس كل الارض بتاعتي The Duke of Cornwall enters with his wife Regan الامير اللي هو زوج البنت رقم اتنين دخل هو والخدمين بتوعه فالامير بيقول جلو سستر يعني بيكلم الاب اللي هو بابا الاثنين الولاد فبيقوله how are you my friend كيف حالك يا صديقي since i've arrived here من ساعة ما انا وصلت هنا i have here some strange news سمعت اخبار غريبة Regan اللي هي البنت رقم اتنين قالت له if it's true لو الاخبار دي حقيقية it's terrible news تبقى اخبار بشعة جلو سستر قال لها oh Regan my heart is broken انا قلبي مكسور Regan قالت له did your son really try to kill you هل فعلا ابنك حاول يقتلك your son اتجار ابنك اتجار جلو سستر اللي هو الاب قال لها yes it's true طبعا هنا الاب بيقول it's true انه هو معتمد على كل الخطط ويه الكسب بتاع ابنه ادموند لكن هو ما قابلش اتجار خالص وما حاولش يفهم منه الكصة مش يزاي i wish it were different كنت اتمنى ان الامر يكون مختلف ده بيبين لنا برضو ان شخصية جلو سستر انه هو انسان سازج وانه هو بيتخدع بسهولة وصدق الكتب بمنتهى السهولة وبيبني الافتراضات بتاعته على كلام وهمي ريجان بتقوله i know اتجار spent time with my father's soldier انا عارفة اتجار كويس هو قد وقت طويل بين الجنود بتوع ابي فا ادموند اللي هو الولد الشرير صاحب الخطة بيقول لها that's correct ده صحيح يا مادام he spent some time with them هو قد معاهم بعد الوقت ريجان قالت له then the soldiers have given him the idea of plotting against his father يبقى اكيد الجنود هما اللي دول الفكرة بتاعت ان هو يدبر مكيدة او مؤامرة ضد بابا trying to kill him وان هو يحاول يقتله so that he can use his father's money عشان يقدر يستخدم فلوس بابا I have must have a message انا لازم يكون عاية رسالة from my sister general ابوت زا سولجرز عن الجنود شهست ورنت مي اختي حذرتني to be careful of them ان انا اخلي بالي منهم احذرهم يعني if they come to my house لو هم جم لبيتي او القصر بتاعي I won't be there انا مش هكون موجودة لان كده ممكن يعني اي جندي يهاجم سيده او ينقلب عليه او يعمل حاجة مش كويسة كورنول اللي هو زوجها بيقول ادموند I hear that you have been a good son to your father انا سامع ان انت ابن بار بابيك فادموند اللي هو الشرير بيرد عليه بيقول له it's my duty sir ده وج به يا سيدي الاب بيقول ادموند told me of ادجار's plan ادموند هو اللي عرفني بخطة ادجار and he got this cut on his arm وانه try to stop him وحتى هو تجرح او تصاب فيه زراعه لما حاول يوقفه كورنول اللي هو زوج البنت بيقول is anyone following ادجار هل في اي حد راح يعني يتابع ادجار او يجري وراه جلو سيستر قال له yes i have sent some guard انا بعت بعض الحرس كورنول بيقول the guards الحرس ما استقرست ادمند لازم يقبضوا عليه ادمند قال له i thank you كورنول بشكرك يا كورنول وكلهم الكاركتورز كلها exit يعني خرجوا من المشهد موسيقى